يول مودي المقطع يا حبايب أخوة هذه الفترة قاعدة تعبوا لكن من تشوفوا شوية الدعم القوي فأتمنى تحطوا زر لك يا حبايب لأنه يشجعني هذا الشي انه استمر وهذا الشي يساعد من الفيديوهات تنتشر وبس يلا نبدأ المقطع الخبر أول اللي عادنا عن واخرة قمر الطاية يا حبايب رجعت للسوشيل ميديا فنزع شوية تستوريات قاعدة تعلمي خلال لأنه رح تنزل لنا مقطع باتر رح يكون فيديو كلش صادم رح يزدل نباتر على الساعة بالأربعة فاكتبوا للكومنتات جابة حمسين لهذا المقطع اللي رح ينزل بنضاف النزل شوية تستوريات تقدم تجهز الأشياء كلش دارية رح احطوكم لسوريات شوفوها شهر باركم أعرف طولت عليكم بالغيبة بس كتدي حضره هواي شغلات هذا الشعر حصره هواي شغلات حلوة فكونوا جاهزين اوكي صح أغيركم تتضرون شوية بس ورد انتظاركم وشغلاتكم حلوة اي شغلاتكم شخباركم والله مش تعقبلكم رح طولكم انا بوكس كتبولي اي شي لشخباركم ومشو بسوين شاكم معقوب وآثرت المقاطر الرهيبة والصدمية يا حبايف في أحمد أبو الروب نزعل حسب بالإنستجرام شوية تستوريات وبهذه اليسوريات كاتب حدوق ما قبل العاصفة وبالسؤال اللي بعدها حيخف عقلكم والله طبعاً غلوم متعبئين متوقعين أنه أحمد أبو الروب رح يسوي خطوبه هو وصبة ما أدري صراحة تكتبنا بالكومنتات شوية توقعاتكم رح تكون هو عبارة عن خطوبة أو لا وبنسبة لأن الشايب يا حبايف فهو همين نزعل حسب بالإنستجرام هذا اللي سوري دي يعلمي خلال لأنه رح ينزلنا مقطع اليوم رح يكون همين كلش صادم رح يزلنا اليوم على الساعة السابعة فكتبنا بالكومنتات شو رأيكم بالزلازل اللي يسووها اليوتيوبر روح حاليا لبرهم المراوي اللي شاف المقطع مبرحة يا حبايف رح يشوفوا دخلوا على القناة اللي هو تهكي القناة مرهوم شو نستميب وروح يشوفوه هناك ولأسف يا حبايف إلى الآن قناة مرهوم إلى الآن ما رجعت ونما نزل هذا اللي السوري شاك كاتب عليه يا رب جاه سيدنا محمد ما تضيع لتعابي والسنين اللي سهرت فيها لحتى وصلت لهون يا رب التعلم بحالي ما عمري أذيت حدا ولا قطاعة أرزاق حدا يبكر بأعمل شغلات سيئة بحياتي بس ما تمنيت المضر وقطع الأرزاق للناس الشيء الوحيد اللي مخليني أعايش وصنام محتوى هو قناتي وقناتها حذفت كلية من اليوتيوب وللسا عم حاول ومع ذلك أدعي يا رب واضح يا حبايف من كلام انه كلش مكسور وكلش مقهر فإن شاء الله يا رب ترجع قناتها وكيد يا حبايف لا تدعو له إن شاء الله ترجع قناتها واكتمنوا من الكومنتات شو ريكم اللي قايا يصير ويا برهوم المعراوي ننتقل حاليا الفضيحة محمد جواني ويا بيسان وأنس شايب انه ثالتهم من نفس المكان فهو الشي بيسان نزلت هذي اللي السوري ويا بنيني ستار مثل ما شافين يا حبايف شات داخل مكافية ومطعم ركزولي بالورد اللي هي هو خلف بيسان اسماعيل وفجأة يا حبايف بعد ثلاث دقائق بس ينزل محمد جواني هذي اللي هذي اللي ستوري اللي كان بي من نفس المكان ونفسه واضح حتى نفس الظهور واضح حتى السبس ممكن بيسان ظهرت بالاستوري بشكل لقطة يعني فكتبوا للكومنتات يا حبايف هذي توقعوا انهم مات صالحة وصار شي بيناتهم المادر صراحة والغريب انه ما شفنا اي شي انه صدمة او شي اكتبوا للكومنتات هتوقعوا ورجعوا لبعض او لا اروحها لياني يا حبايف اليارا وامها اللي بعد من نزل بالاستوريات مبارحة تشان كاتبين بيها انه احنا قاعدين نبتش سبب مصيبة صارت ولكن الحمدلله يا حبايف يارا نزلت شوية ستوريات تقول بيها انه هذي المصيبة حلت وتشكروا متابعيها اللي دعوها لها انه تلحل اكتبوا رحطوكم الستوري شوفوه مصيبة حلت وشكرا لكل حدد على الموضوع انا حفكم كثير فلتنا يا حبايف بلكومنتات شو توقعوا للمصيبة اللي صارت وياها وروحها لي النوربار لنزل هذي الاستوري اللي من خلال انه رح نزلنا مقطع اليوم الساعة بالاربعة على قناة الثانية سيكون عبارة مقطع السلة وهي العضو الجديد رحطوكم الستوريات بكرة على الساعة اربعة على قناة التانية رح نزللكم الفيديو جميل خليكم جاهزين بكرة فعلوا زر الجرس على قناة التانية و رح نزللكم الفيديو ان شاء الله وبالختام عن تهجم المتابعين يا حبايف على ناريني بيوتيوب بسبب تنزيل هذه الصورة اللي تشاءت نوعا ما اللابسة بها ملابس شوية قصيرة اللي جاء شوية التهجم من الملابسة قصيرة واللي كنت معالها بايخة وحصلت لايكات وخواية عالية عاكمنا يا حبايف مثل ما اشتروا الصورة اكتبوا لهم بالكومنتات هل استحقت ناري هذا التهجم مثل عرضت له او لا ويسألوا يا حبايف من هنا وصلاة المقطع تمنى أن أعجبكم فيجروا هذا المقطع باللايكات وبنس شوكو فائزة بخلق نيك للخصاص احبكم مع السلامة